اشتركوا في القناة اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين إذن واستبق الباب وفعل التسابق وقع منهما معا لكن كل بحسب نيته هو هرب لينجو منها وهي لحقت به لتدعوه إليها وفي أثناء مسابقة وقد فاتها سرعة سبقها فأرادت أن تمسك به من قميصه من الخلف وقدت قميصه من دبر أي من الخلف وألف يا سيدها لدى الباب بدل أن تموت خجلا قلبت الحق باطلا والباطل حقا وأخرجت الظالم مظلوما والمظلومة ظالما وفي سرعة بديها مطلقة قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا انظر إليه أرادني على الفاحشة الله أكبر لكنها فورا اقترحت العقوبة لأنها خشيت أن يغضب سيدها فيقتله هي لا تريد أن يقتله يجب أن يبقى حيا ويستجيب لها فشوف شؤالت قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يزجن أو عذاب أليم هلأ هذه فعلة عقوبتها سجن أو عذاب أليم لأنها لا زال في بالها الشاب تريده لنفسها فما قالت إلا أن يقتل اضرب رأسه فورا لا 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 ده بفوت علينا ما نريد إلا أن يزجن أو عذاب أليم شوف الكيد العظيم تبع النساء وطبعا هذه ما أمرأة عادية يعني أمرأة في جو سياسي مشحون بالمكر والكيد والمؤامرات والمش عارف إيش لذلك هي أمرأة محنكة واستطاعت في ثواني معدودة أن تخلص نفسها من هذا الموقف والمأذق الخطير قالت أمسكت بزمام الكلام كانت أول من تكلم لا زال يوسف مدهوش والسيد مدهوش لهذا الموضوع فابتدأت هي قالت إيش هالوقاحة إيش هالقوة الشخصية إيش هالمكر إيش هالكيد اللي الله قال عنه إن كيدكنا عظيم قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا هو الذي أراد أن يعتدي علي أنا أهلك أنا زوجتك بدأت بالاسترحام والاستعطاف للرجل ولذلك استنبط كثير من العلماء أن محبتها ليوسف لم تكن محبة حقيقية لأن المحب على الحقيقة لا يرمي بمحبوبه في النار لكنها هي تحبه محبة شهوة حب بهيمي حب غرائزي حب شهواني وليس حب حقيقي لذلك فدت نفسها به ما جزاء من أراد بأهلك سوءا الذي يحب على الحقيقة يضحي بنفسه من أجله من يحب هذه قالها بعض علمائنا نقلا عن بعض اللطفاء عندما قرأ هذا هذه لا تحبه حقيقة انضحت به في أول فرصة وداست عليه لتنجو لتنجو بنفسها هنا سيدنا يوسف على حيائه على ذهوله مما وقع ومن قبح ما أتت به من فعل ثم من تهمة اضطر أن يدافع عن نفسه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ويوسف نظلوم الآن لذلك نطق فقال بعبارة مختصرة قال هي راودتني عن نفسي يا سيدي أنا لم أخنك يا سيدي أنا لست من الظالمين يا سيدي أنا لست من الخائنين هي راودتني عن نفسي هنا رب العزة تجاوز لنا عن ردة فعل سيدها وطبعا سيدها يعني زوجها فالقبط وهذا مكتوب في كتب التفاصيل القديمة يسمون الزوج سيد وإلى الآن أهل مصر المرأة تقول كانت لزوجها يا سيدي طيب إذن الفيا سيدها أي زوجها لدى الباب هنا يوسف قال هي راودتني عن نفسي ربنا لم يذكر ردة فعل تجاوزه لأنه متفاجئ وأصبح عنده طرفان أصبح عنده كلام كلامها وكلامه على طرفين قيد هي تقول هو وهو يقول هي وهو الحكم قال فاستعان برجل من أهلها وشهد شاهد من أهلها يعني هو يبدو كان حليما حكيما لا يتعجل الإنسان في مثل هذا الموقف يصيبه الجنون عرضه الآن معرض للخطر سواء كانت منه أو كانت منها عرضه الآن على المحك ومع ذلك استدعى شاهد ليشهد وجعل حكما ليحكم شاهد شاهد من أهلها أولا هو أقرب بالنسب إليها من أن يكون أقرب لزوجها لذلك قال الله وشاهد شاهد من أهلها وهذا حكمه لا تستطيع هي أن تعترض عليه فتقول أنت من طرفه أو من طرفها هو من طرفك هذا أولا وشاهد شاهد من أهلها ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أن شاهد يوسف كان طفلا صغيرا أنطقه الله في المهد وهذه وحدها تكفي أن تبرئ سيدنا يوسف لأن الطفل لا يتكلم فلما تكلم كان هذا إكرام من الله ليوسف لي ينجو من هذه التهمة الخطيرة جدا أبشع تهمه ممكن أن يتهم بها الإنسان العفيف أن يتهم بالفجور بقي طيلة حياته محافظا على عفته ثم خرج بتهمة أنه ذاني أو مغتصب لا حول ولا قوة إلا بالله وشهد شاهد من أهلها سواء كان طفل صغير وفي رواية أنه كان وزيرا كبرا في السن حتى عمي فقد بصره فلما أتي به وهو لم يرى وحدث بالقصة قال بسيطة انظروا إلى القرينة التي نحن متأكدون أنها موجودة اللي هي القميص بالأمس قلنا أن القميص كان شاهدا على كذب أخوة يوسف وجاءوا على قميصه بدمين كذب والآن جاء القميص شهادة براءة ليوسف فقال هذا الوزير بين قوصين الأعمى انظروا إلى القميص فهو قرينة تدلنا على الكاذب والصادق إن كان قميصه قد من قبلين فصدقت وهو من الكاذبين لأنها مزقت قميصه وهي تدفعه عن نفسها تقول له لا أريد وهو منقض عليها فتمزق القميص من وين؟ من قبل من الأمام وإن كان قميصه قد من دبرين فكاذبت وهو من الصادقين لأنه أراد أن يهرب منها ولا يطاوعها فأمسكت به فقدت قميصه من قال فلما رأى الآن موضوع يقين قميصه قد من دبرين قال إنه من كيدكنا إن كيدكنا عظيم الله عز وجل في هذه الآيات يحدثنا عن أصول التحقيق الجنائي يا بابا عندك قضية ولا تعرف المتهم فيها من المجرم والبريء من المجرم والظالم من المظلوم تحتاج إلى قراءة تحتاج إلى تحقيق جنائي هذا تحقيق جنائي وشاهد شاهد من أهلها الآن يقينا القميص موجود وهو خلينا نقول بين قوصين يعتبر أداة الجريمة أو شاهد إثبات أو قرينة حلو معناته أن نوصل من القميص إلى إن كان قميصه قد من قبلين وشوف أديش الشاهد من أهل مؤدب معها بدأ بها في حالتين قبل أن يبدأ بيوسف فقال فصدقت وهو من الكاذبين وفي الثانية قال فكذبت وهو من الصادقين احترام لها بدأ في الحكم عليها فلما رأى قميصه قد من دبرين قال إنه من كيدكن الذي قال هو سيدها قال إنه من كيدكن أنت أخرجتي هذا الفيلم ليكون هو الظالم وفي الحقيقة أنت الظالمة إن كيدكن عظيم ربنا في القرآن قال عن كيد الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيف قال عن كيد النساء إن كيدكن عظيم صحيح وهذا ليس من كلام الله لكن الله ضمنه في كلامه يعني فيه موافقة عليه الشيطان كيده ضعيف لأنه الشيطان قضي توسوسه هو لا يستطيع أن يمسك بك من قميصك ويشدك إلى المعصية فقط يقول لك افعلها شيء جميل لماذا تدعها تخرج من يدك قم بها ثم تب هو يوسوس بس لذلك وقال الشيطان لما قضي الأمر الشيطان أول مرة بيقول الحقيقة بعد ما يفوتوا كل الناس على جهنم أول خطيب في جهنم الشيطان وقال الشيطان لما قضي الأمر أهل جهنم دخلوا إلى جهنم وأغلقت الأبواب وقف فيهم بليس خطيب حتى ما يوجعوا لراثه بكف العذاب إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم أنا كنت عم كذب عليكم في الدنيا وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي أنا دوري كنت بس عم وسوس لكم افعل لا تفعل أقدم تأخر فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم لا أستطيع أن أنقذكم مما أنتم فيه وما أنتم بمصرخي لستستطيعون أن تنقذوني مما أنا فيه فكيد الشيطان بهذا المعنى ضعيف لكن المرأة تبقى تنظر إليك وتغمز إليك بعينيها وتريك مفاتنها وتقوم بحركاته هذا الشيطان لا يستطيع أن يفعله الشيطان متوقف دوره على الوسوسة كلام وكلام داخلي غير منظور لكن المرأة ماذا استطيع أن تفعل انظر ماذا فعلت وغلقت الأبواب وقالت هيت لك ولما أبا استبق الباب وقدت قميصه منه فلما رأت سيدها ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إن كيدكنا عظيم المذهل في الموضوع أن هذا السيد المبتلى بعرضه انتهت القضية عنده يوسف أعرض عن هذا يوسف الله يرضى عليك لا تذكر هذا لأحد يعني استرنا بلا فضايح بعد أن كان يوسف مهددا أصبح يوسف يطلب رضاه بالعفة لو لم يكن عفيفا كيف سيكون موقفه وطالما يوسف نجح في الامتناع معنات لا يقل لي أي شاب إلى يوم القيامة والله لم أستطع أن أتحمل فوقعت في الزناء أنت كاذب لو أردت أن تتحمل لتحملت كما تحمل يوسف ربنا ضرب لنا أبلغ المثل في قضية شاب تعرض عليه امرأة ذات منصب وجمال وهي التي تعرض وهي التي فوقه قدرا ومقاما في الحياة الاجتماعية وهي التي طلبت وهي التي غلقت واستطاع الامتناع لذلك لا حج لأحد أن يقول والله رأيت امرأة لم أرى مثلها قط فضعفت نفسي فوقعت أنت أردت الوقوع ولو لم ترد لعصمك الله لو اعتصمت به كيوسف فانتهى الأمر أنهم يطلبون من يوسف يترجونه يوسف أعرض عن هذا إذا سمحت لا تذكر هذا لأحد خلاص القصة ندفنا الآن والتفت إلى زوجته واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين أليس عنده غير هذا الرجل لم يطلقها لم يضربها لم يعاقبها مع أنه تأكد أنها هي المذنبة هي الظالمة فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكنا إن كيدكنا عظيم خلاص انتهى حكم عليها أنها هي المفترية انتهى الموضوع بيوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين يعني إما أنه حليم زيادة عن اللزوم أو أنه يحبها حب جارف أو أنه لا غيرة عنده جاء رجل إلى رسول الله فقال يا رسول الله إن لي زوجة أحبها ولكنها لا ترد يد لامس وهذه لا ترد يد لامس يعني أي إنسان بغوية بتنغوى معه والعياذ بالله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقها قال يا رسول الله ولكني أحبها حبك مدرشو البعيد هذه مرة الحب قال إذن أمسكها وعظها واصبر شو بجي يقول لك يعني هذا الحل مو عندي الحل عندك عم يقول له طب ليه جاي تشكوها أصلا أنت طالما عاجبتك المخلوقة وعرفانا أنه سيئة ومع ذلك عاجبتك يا لطيف فقال طلقها قال لكني أحبها خايف إذا طلقت تتبعها نفسه فيموت من الفراق قال إذن عظها وأمسكها واصبر شو بنا عمل يعني فهنا الرجل فعلا عجيب هل كانت عدم الغيرة منتشرة في ذلك الزمان أو في تلك الطبقة من الأغنياء في مصر لا يبالي حتى لو رأى امرأته على الخبس فانتهت القضية عنده يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين أم أن الله حول قلبه وجعله يسيطر على غضبه حفظا لكرامة يوسف فقط لأنه لو غضب على زوجته لكان على الأقل طرد يوسف لأنه هو السبب الذي من أجله وقعت تلك فيه هكذا يفكر أولئك القوم المهم أن هذا ما حدث ولك أن تفسر وتعلل بما شئت لا يهمنا لأنه نحن نتكلم عن كافر يعيش بين كافرين سيدها ومع حرص السيد ولا أريد أن أقول حرص المرأة ولكن أقول حرصها لأن تحرص على سمعتها وأكيد يوسف لم يتكلم انتشر الخبر في المدينة كلها كل سر جاوز الإثنين شاع كل مال ليس في الصندوق ضاع فانتشر الخبر لكن الله عز وجل فورا حدثنا عن نتيجة الانتشار وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين يعني ما عرفت تتعلق إلا بعبدا طبعا هنا ما بيعرفوا له سيدنا يوسف ولا شافوه لكن طلعت القصة أن امرأة العزيز على جمالها وعظيم قدرها وقدر زوجها انحطت لتتبع عبدها وترجوه أن يذني بها وقال نسوة لماذا لم يقل وقالت مع أن النسوة جمع تكسير لامرأة والنساء والنسوة ليس لهن من جنسهن مفرد والمرأة ليس لها من جنسها جمع يعني ما تقول امرأة امرأات ما في امرأات باللغة العربية وتقول نسوة لا تقول نسية ما في نسية باللغة العربية هذا جمع لا مفرد له من جنس لفظه أما مفرده امرأة والامرأة لا جمع لها من جنس لفظها ولكن جمعها من غير لفظها نسوة قال لأن كلمة قالت تفيد التقليل وقال تفيد التكسير وقيل العكس ولذلك قال وقال نسوة يعني جمع كبير بدأوا يتحدثون نسوة في المدينة مع تنتشر الخبر في المدينة إلى حتى وصل إلى بيوت هذه أو هؤلاء النسوة امرأة العزيز هنا أفصح الله عن سيد يوسف وقال عنه العزيز شوف أولا قال الذي اشتراه من مصر ما قال العزيز وألف يا سيدها لدى الباب ما قال العزيز لكن هنا صرح عن هذه الشخصية التي كانت فيها شيء من الغموض في المراحل السابقة وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه معنات قد شغفها حبا لو لم يستولي حبه على قلبها لما تدنت نفسها فطلبت منه الفاحشة إنا لنراها في ضلال مبين طيب قال فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن دعوة للحضور إلى وليم الطعام وليم على الفاكهة المهم دعوة للحضور نحن هلأ من سميها حفلة السقبال بعض الناس بيقول لك حفلة كوكتيل ودول اللي ألسنتهم تبع الخواجات حفلة كوكتيل يعني ما غدا ولكن ضيافة خفيفة طيب هلأ سواء كانت وليمة ولا ضيافة خفيفة أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ أي مكانا مريحا يجلسون فيه في ظل ظليل في خدمة تامة فايس فاستار خمس نجوم وآتت كل واحدة منهن سكين مشان تقطع الفاكهة اللي أمامها في منقى في تفاح في قوافة في حاجات تحتاج السكين طبعا هي قادرة أن تقدمها إليهن مقطعات مقطعة لكن في بالها حتى في بالها حاجة وآتت كل واحدة منهن سكين وقال تخرج عليهن فلما رأينه أول مرة بشوفوه أكبرنه أي ذهلنا ودهشنا لشدة جماله وقوة شخصيته ليس فقط جماله وقطعنا أيديهن ما عد عرفوا شو عمي أطعوا بدل ما يأطعوا الفاكهة أطعوا إيش وطبعا قطعنا هنا بمعنى جرحنا لأن القطع في اللغة العربية يأتي بمعنى الفصل والإبانة قطعها أصبحت هذه قطعة وهذه قطعة ويأتي بمعنى الجرح يا أخوانا وإن أنزلناه قرآنا عربية وليس المراد قطعنا بمعنى فصل وأبان أبدا لكن الجرح بتحمل ألمه وهن ينظرن مندهشات إلى هذا الجمال اليوسفي عم قطعوا بأيديهن ولا يشعرن هذا أثبته الآن علم النفس الحديث وطب الأعصاب بأن الإنسان إذا استغرق بالكلية في التركيز على شيء ما يغيب عن ما حوله ولا يركز إلا بما يركز به ولو أن هناك صوتا ناداه لا يسمعه ولو أن هناك ألما به لا يشعر لا يشعر به هذا سبق القرآن إلى ذكر ذلك لذلك لما تأتينا الرواية عن عروة بن الزبير أنه لما أصابت الأكلة رجله وأرادوا قطعها كيف يقطعونها من غير ألام أرادوا أن يسقوه مسكرا فيغيب عقله فيقطع ما كان في مخدر في ذلك الوقت فقال لا أستعين على الشفاء بمعصية الله لكن دعوني أجلس وأصلي فإذا رأيتم وجهي قد تغير فقد دخلت في الصلاة خاشعا أناجي ربي فافعلوا ما شئتم قال فقطعوا رجله وهو في الصلاة لا يشعر حتى ما يجي واحد إليك هذه الأصطرورية بأسانيت صحيحة لأنه في الخشوع بالأنس بالله مع شعر بالألم فلما انتهت صلاته قال آه هذا ذكره الله في القرآن عن اندهاش بجمال مخلوق فقطعنا أيديهن فكيف بك إذا استغرقت بجمالي وجلالي وهيبة الله والله ستغيب عن كل شيء حدثوا عن عبد الله بن الزبير أنه كان يصلي مرة وأمامه طفل رضيع يصلي قيام الليل قال فخرت أفعى من الثقف فهرب كل من في البيت ونادوا رجال ليخرجوها وعبد الله بن الزبير لم يتغير ولم يتحرك ولم يشعر بما حدث بعد ما انتهى من الزبير ابن موجود يعني ما تمثيل القضية القضية في حياة ابن الصغير علم حق ربما ذأكله تلك الأفعى لكن هو غائب نهائيا بعد ما انتهى قالوا ولدك كاد أن يموت قال ما شعرت وقعت أفعى ما شعرت رقدنا هربنا أتينا بفلان بفلان قال والله ما شعرت وهنا هم لم يشعرن وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا ما رأينا جمالا في من رأينا من البشر كمثل هذا الجمال إن هذا إلا ملك كريم وكلمة ملك كريم لأن عادة الناس منذ قديم الزمان يشبهون كل جميل بالملك وكل قبيح بالشيطان هذا معروف قال تعالى عن شجرة الزقوم ليقربها لنا قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين قبيح قبيح جدا كيف تريد أن تمثل القبح الشيطان وتريد أن تضرب مثل للجمال الغير متصور إن هذا إلا ملك كريم وفي هذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين الفاتحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر